موسيقى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ونحن نعيش أيام رمضان المبارك نلاحظ دائما أن نعم الله تتجلى في هذا الشهر الكريم ومن هذه النعم التي من الله بها علينا الأخوة الإسلامية فتجد أن مشاعر الأخوة الإسلامية أخوة الدين والعقيدة تزداد بين المسلمين جميعا في رمضان بين المصلين في المسجد الواحد بين الجار وجاره بل وحتى داخل العائلة الواحدة تزداد مشاعر المودة والرحمة والتقارب والألفة لأن المعدن الأصيل والخلق الكامل لدى كل مسلم سواء كان رجل أو امرأة غالبا ما يظهر في رمضان بسبب صفاء النفوس وخلوها من الشوائب والأمراض واطمئنان القلب كل ذلك يساعد على إظهار الخير داخل المسلم إذن نحن نتكلم عن الأخوة الإسلامية في هذا الشهر الكريم لتحريك هذه المسألة في نفوسنا جميعا ومحاولة ديمومتها بعد رمضان لأن فقد هذه النعمة يعني دخول المجتمع في دوامة الصراع والتناحر والشتات والظنون السيئة وخلق بيئة سيئة ألا وهي انعدام الثقة التي تسلب راحة الجميع في المجتمع الواحد بل وحتى في البيت الواحد فالأخوة الإسلامية تشريع رباني ومبدأ إسلامي ورابطة أنشأها الله عز وجل وشرعها لنا ولا يسعنا أن نتحلل منها ولا يجوز أن نتخلف عن المشاركة فيها بل وفرض علينا القيام بأدائها وواجباتها والإتيان بها على النحو الذي شرعه الله تعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال تعالى عن هذه النعمة وهو يذكرنا بها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا أي صرتم بنعمة الإسلام إخوانا في الدين الذي لا يفرق بين أبيض وأسود ولا يفرق بين غني وفقير ولا بين صاحبي عمل أو حرفة وأخرى لأن الله تعالى هو الذي صير المسلمين بالإسلام إخوانا قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون إذن المعنى الجامع بين المسلمين هو الإسلام وبه اكتسبنا الأخوة الأصلية لذلك وجب علينا أداء حقوق بعضنا لبعض والحقوق كثيرة لكن من أهمها أن تعين أخاك المسلم ونحن بأمس الحاجة إليها في بلادنا اليوم لدينا مهجرون لدينا نازحون لدينا يتامى وأرامل لدينا فقراء ومساكين هناك مآسي وآلام يعانيها إخوانكم فماذا قدمتم لهم ولا تقدموا الأعذار والتبريرات فالمصائب كبيرة لا تحلوا بالتبريرات وقد ورد عن ابن عباس في الأثر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قوله ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به أنا أدعوكم وأدعو نفسي في هذا الشهر الكريم أن تقدموا يد العون للمحتاجين وأن تشعر نفسك وأنت تؤدي هذا الواجب بإحساس الأخوة الإسلامية ومن الحقوق أيضا أيها الأحبة ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقدان الثقة بين المسلمين والجيران فقال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه ومما يساعد على تقوية أواصر الأخوة إفشاء السلام وبشاشة الوجه والقول الحسد ولأهمية الأخوة في الإسلام أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بوصية جامعة لكل صفات الخير وقال لك إيمانك ناقص إذا لم تكن محبة فعل الخير لأخيك كمحبتك لنفسك فقال صلوات ربي وسلامه عليه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا هو المعنى الحقيقي للأخوة لذلك امتدح الله أقواما في كتابه العزيز لأنهم جاوزوا بإخوتهم الزمان والمكان فكان دعاؤهم كما قال تعالى في كتابه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إذن إخوتي وأخواتي جاوزوا خلافاتكم وامحوا الحقد والحسد والظلم والغذر من قلوبكم واجعلوها صافية نقية داعية وفاعلة لكل خير مستشعرين وأنتم تقومون بهذه الأعمال قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقدموا أفضل الأعمال وأدخلوا على إخوانكم السرور وقضوا حوائجهم فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة جعلنا الله وإياكم إخوة في الله متحابين متعاونين متناصحين متناصرين ساعينا في حوائج بعضنا البعض وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر